أطلقت وزيرة الثقافة إيناس عبدالدائي مؤتمر عشرينيات القرن العشرين تحت عنوان علامات فارقة وإنجازات مضيئة والذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة وخلال المؤتمر قالت الوزيرة إن هذا الحدث المتميز يأتي احتفالا بعشرينيات القرن العشرين وذلك استجابة من وزارة الثقافة لسلسلة المقالات التي كتبها المفكر الكبير أحمد عبد المعطيح جازي في جريدة الأهرام العريقة والتي تطرق فيها لأهمية هذه الفترة الزمنية من تاريخ مصر جدير بالذكر أن مؤتمر عشرينيات القرن العشرين يتواصل على مدار اليوم وغدا ويتناول النهضة الفكرية وثقافية التي شهدتها مصر خلال عشرينيات القرن الماضي من خلال لقاءات وندوات وحلقة نقاشية كانت نداء من مفكرنا العظيم أحمد عبد المعطيح جازي من خلال عدة مقالات كانت في الأهرام والحقيقة أخر اجتمع لنا في المجلس الأعلى الثقافة طرح هذه الفكرة معي استجابنا سريعا جدا جدا واجتمعنا بالفعل كوزارة الثقافة لكل قطاعاتها فورا لأن طبعا هذه الحقبة مهمة جدا جدا وسرية جدا فكريا وأدبيا وسياسيا ورياضيا كل قطاع بدأ يبحث في المرحلة دي اكتشفنا كنوز كبيرة جدا واكتشفنا تطور كبير جدا في هذه المرحلة واكتشفنا أن مصر كانت على أعتاب وهي فعلا حققت طفرة وأعتاب تقدم هائل جدا في مقال الثقافة في مجال الثقافة والفنون والأداب والعلوم الاجتماعية وأيضا والرياضة وأدب الأطفال والأدب والشعر فانعقد هذا المؤتمر ليلقي الضوء على أهم الأحداث والعلامات الفارقة في عشرينيات القرن العشرين ليس فقط بهدف استدعاء الماضي لكن في محاولة رصد وتحليل ماذا حدث في تلك الفترة وما الذي أدى إلى وجود هذا الزخم وهذا الحراك الثقافي المجتمعي لأن طبعا التغيير الاجتماعي أيضا كان عنصر مهم جدا وشاهد نهضة وتغيير في ترسيخ مفهوم الهوية والشخصية المصرية في تلك الفترة